موسيقى في المحورين الأول والثاني والمشكلة للراجاء هو مرتبط بالعصبة وبالجامعة لأنه بعدما تخلقنا ذلك المشكلة للمكسيم المديري مع المجلس الإداري اليوم القضاء حسب في الموضوع الوضعية من خلال حكم القضائي الصادر المحكمة البتدائية ببدينات دربضاء بإبطال كل القرارات التي جاءت من طرف المكسيم المديري لأنه أصلاً المكسيم المديري لا يتوفر على المصادقة وعلى الاعتماد الذي يخول له في إطال القانون التربية البدنية 30-09 أنه يعين رؤساء متدابين هذا هو الإشكال المتروح الجامعة تقول لك خصفة الجامعة تسرعات في المسألة هذه لأنه كان المشكل المتروح لدى السلطات القضائية على أساس أنه ديما يقول لك المتهم بريء إلى حين إثبات التهمة الجامعة اليوم كان عندها استعناس بهذا القرار هذا أنه ورطات نفسها المشكلة ديال الدربضاء هو أنه كان الإرادة ديالانديا أولاً إرادة ديالانديا أنها بغت تلتأم بنتها وتنتاخ برئيس في إطار ما يخويله القانون الجامعة تكون ملاحظة لأنك ترسل لها هي والوزارة الوصية والسلطة المحلية من أجل الإخبار حيث لا يعقل أنه اليوم كنا كنا 23 نادي بتشبتا بالرئاسة دياليانا وكان واحد من ديالانديا اللي مشى ورطور يصم أنه مجتمعه في أحد المكان اللي خارج تريتوار في كان المقرد العصبة وكانت تحايل على القانون وتحايلوا تعالى السلطة المحلية جابوا لهم ملف مزور تسلم لهم مع الأسف تسلم لهم وصل الإداع موقات هذه المشكلة كله محوو النهتة والمحكمة على أساس اليوم كل ناس اللي كيتلعبوا بالقانون واللي كيحاولوا أنهم يخلقوا بمشاكل مع الأسف جامعة ورطات أنها ولد طرف عواد ما تكون محايدة وهذه من البديهيات 23 نادي هنا 38 نادي هنا وهذه 28 نادي هي الأنديا المنتجة هي الأنديا خمسات الأنديا اللي كنا مع الخمسين الأولى داخل الجامعة اللي كتصوت وتاخد قرار في الجامعة كنا معها 23 اللي كانت رأسنا العصبة ديالهم هذوك لأهذوك المجموعة سامحهم الله غرر بهم وهذا هنا في نقول لا الإشكال ديام بيننا وبين الجامعة كما ترقنا المنحة هي جد هزيلة 40 ألف ديالهم في الموسم احنا حتحرمنا منها كعصبة الدربي ذا لمدة سنوات لولا أنه تندق الأبواب على الشركاء الفاعلين ديالنا بعد مش هد المنحة ساحسان تمنعتوا منها لأنه كان خلال داخل العصبة الضربة الكبرى كان تمنيت فرق ديال الفراق اللي حاولت باش تدير العصبة ديالها ولو كان 23 واش الخلال كي أين يكمو الخلال ساحسان أرى تمنع الفراق مع 23 رأي الله هدوح الشهرين نحن نقول لك ست مواسيم ستادي لسيزون سبورتيف لم نأخذ الملحة إذن كانت النية المبيئة كانت هذه الجهة هذه سبحان الله العظيم أنا كنت قلتها في واحد اللقاء في واحد الإدعاء وقلت لهم متمنهم الله سبحانه وتعالى يبعط الناس بليوت باش ينوز يدفع الدربة من حيث البنيات التحتية ومن حيث المنشآت الرياضية أضعف المكين في المغرب السعيد الوطني هي الدربدة من حيث البنيات التحتية إذا نتقارنوا مع مثلا جهة الرباط سالة زمورزعين ما شاء الله الله يزيدهم هذا بك يتبنى لهم مسبح أولمبي بجوار المركب الرياضي مولي عبد الله نحن إلا لاحظنا الفروع دي السباحة الوداد والراجا وهذا مسبح واحد كل وار واحد وكانت سننوا النتائج يجب أن الله يحصل لهم تقول لك هذه المشكلة لدي العصبة الضربدة ومشي وليد اليوم بحكم هذه المشكلة ترى لنا واحد شهرين هذي ومشينا دمنا المحكامة فأواه هذي ست سنوات تحجم لولا أنه تقين البيبان على على شركاء دينا اللي هم السلطة المحلية ما يكون عندنا الحلبة الممتازة دبا العربي الزولي كذلك تقين البيبان على ملعب مولاي رشيد مع الأستاذ رئيس الجماعة رئيس المقاطعة وكانوا وحدا فهم بيننا وبينهم على أساس أنهم نديروا الشركة ونستبدو ملعب حلبة المتطية ثمانية دينا كوروار حلبة جميلة مع الأسف الناس اللي بنوها ما دروا لالهوموروغاسيون لنحاول ما أمكن أن نشوف مع أصدقاء دينا مع السيدان والمتوكيل بما أن عضو الالتحاد دينا على أساس النومولوجي وهذه البيست باش ممكننا نديروا التظاهرة بما في انتظار أنه الكازابلونكيز اللي بدأت النداء الجهات المسؤولة هنا بالضربة ونعاولوا على رسنا سي الحاج نديروا نديروا من 150 ألف دينام إلى 200 ألف دينام منيومومة لأنك برنامج للتنقل هذا العام كانت جائحة نتمنى أن الله سبحانه وتعالى لأنها تزول في أقرب وقت هذا وترجع الأمور عادية منذ أنك برنامج الجامعة تكون في 31 تظاهرة تنقل لخصك العيون وبركان ووجدة وفاس وطنجة وعرف الترتيبات وعرف الترتيبات تنقل المبيت وكذلك وكذلك تحاول ترجع الدريل لأنه يعدوا الدراسة نهارتنين وهذا العيون كانت ربما تشاهد طيارة ربما تستغلت كل عطلة يعني أنها من 250 ألف دينام فبالأحراط ستعطي 40 ألف دينام للعصبة تقول لها تنظم تظاهرات تنقل بها التكوين تنقل بها البروسبيكسيون تتخلص بها إلا عندك شي إداري إلا عندك الوية دينامج في حد المقر تنقل بعض الأعضاء والهاتف يعني أنها هي صبة حق رياضة العبقية وتكون هذيك رجعوصي حسن الإشكالية اللي وقعت في الانتخابات الأخيرة داخل الجامعة هي بحل نكتة يا شنوا هذا الرئيس هذا السنة أنا هذي 15 سنة ورئيس جامعة أنا 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 جريبتي المتوادعة ما كيف فهم ما شواقع فاد قانون التربية البدنية وليدو يتماعات يقول لك احتراما للرسالة الملكية ذي السخيرات لنوض بالرياضة وقانون التربية ودستور تكلم على الرياضة وهذا ونجي من قلبوتي يقول لك وديره خصوة دو مونده للرئيس أي رئيس خصوة عنده دو مونده باش نوضحو الله يعطيك استراحة حسن شحال عايكون فاد الفترة هذه ديال المونده شحال عايكون عنده أربع سنوات؟ أربع سنين فاربع سنين يعني دو مونده ثمان سنين إلا فحالة إلا فحالة وحدة ستناء من يجي يكون داك رئيس الجامعة عنده انتزام مثلا بالتحاد الدولي أو لأجل المصلحة الوطنية على أساس أنه يتبع واحد الميل في الولادة تيمكن أنه يزيد واحد المانده أخرى اليوم الرئيس وصل إلى 15 سنة وكان عنده رغبته قاله في الاجتماع للجنة المدرية على أساس أنه انتهى الوقت ديالوغس يمشي بحالة وكان جاء رائد كان عندهم السرق وخرجوا هذا الخبار هذا فالوقت اللي بدأ تتعرف تلك الحراكة ديال الجمع العامة الرئيس سوف يمشي تخوفنا على أساس أنه يجي شي حد غريب على ألعاب القوى ويطلب واحد مجهود كبير ووقس كبير باش يلا نعود رجعه تاني بحالة قلتي كونتر زيرو يلا ندعه تاني الاستمرارية ولكن بالعطاء احنا باش نعترفه وكنا نتحمله مسؤولية وبالخصوص أكثر الجامعة على أنه كين فشال من ناحية النتائج تقنية كين تراجعهم موهويل خطير أنه من ست تتويج ما قيل لاش نطلعوا له نظر قاسي حسان لماذا؟ أولا ما نفهمش أنها استراتيجية ديال الجامعة جي ما يكونش عندها من الأهداف ديالها لولا ديال تكوين اليوم دار واحد العامل من خلال وجارة الجهيز من خلال الدولة وفرت إمكانيات في إطار الـ واحدة العقد التشاركي ما بين الدولة وبين وزارة الشابة والرياضة والجامعات ومنهم الجامعة ديالة الألعاب القوى على أساس نهيئه الملاعب الممارسة للألعاب القوى ودهو الحيف اللي كان في الدولة أنه جميع الجهات استفدت من الملاعب كان بعض الجهات اللي استفدو مجيوش ملاعب ثلاثة والدولة مستفدوش منه ربما تقولك الوعاء العقاري الأرض غالية في الدولة كان عندنا حلو كين ملقينا في ملعب الزاولي كين تسمها كين ملعب ديالشو هادا كين ملاعب اللي ممكن لك ديال امتهيئة ديالا بيست داروا ملاعب داروا هذا ولكن كين تدير ملاعب بدون تكوين وتكوين مستمر تكوين المدرب تكوين الحكام تكوين المسير تهيل النادي جينا بقنا كندربوا الوطرة على أنه درنا بنينا كأن الجامعة جهة العدل المهمة هي تبني تنضيم والكارثة العظمى هو تنضيمة سيقرار اليوم الجامعة متنعرفش أنا اشي جامعة في العالم كانت تنضيم ماراتون وكانت تنضيم ملتقة بينما أنه كين جمعيات شركات وما اللي كين نضم هذة الملتقة أنا كنتذكر هشام القروج بشال واحد الماراتون احد الرئيس الدولة هو اللي اعطى انطلاقه هو اللي اعطى جوائز ومن يجي نشوف الصوار اللي يجاب معه ذاك شهادة ما كينش جامعة تنضيم كين شركات تنضيم وذلك الارباح اللي كانت تأخذ من ذلك التظاهرة مع المتحيد المصاريف ديالها كتعطيهم الجمعيات احتياجات خاصة هذه جمعيات داء السرطان وهذه هنا وهذا وتكون واحد العرس الرياضي اليوم جامعة تنضيم ماراتون وتنضيم الملتقة وتنضيم الملتقايات بين الملتقايات تنضيم العصاب الجاوية وهذا لان هالتراجع دا مشينا 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 وحضي عنا وحضي لوقت كتير في المساطير وفيشي حويج درنا كل شيء يلا علعب القيوة سيحة سنتمو قلنا الدور الجامعة ما كيقتصرش عير في التنضيم وكما قلتي تنضيم ديال ماراتون وتنضيم ملتقة ديال الريباط الماراتون ديال مراكش و... ماراتون دريباط ماراتون دريباط عفوا و... الملتقة ديال الريباط كيبقى هنا يدور أنا كيبلي على حساب الكبلي من الدور الكبير كيكون عند الفرق في التنقيب وفي التكوين وكتبقى المساعدة ديال الجامعة إلا أنا هنا كنتفاجأ بالقيمة المالية اللي بالحقيقة هذه لجداً اللي هي 40 ألف درهم ممكن لكتدير بعتشي حاجة هذا الشهد المبلغ نحن مدى ما تسلمناه لمدة سنوات مش يعتبرنا مبلغ هزيل نحن دلنا واحدة لنجليجانس بأنه يسمى دعم دقينا على شركاء وبدأنا نشتغلوا وبدأنا نديروا العمل اللي خصوة تقوم به الجامعة كان ديروا التكوين أنا بقي نذكر أنه بشاركة مع جميع اللي كتر أساسي دانوى المتوكيل جاعدنا عبد الملك الهبيل اللي كان هو المدير ديالتكوين كيتساتلاتيكس بالتحاد دولي جاعد معها لوكاتيلي اللي كان المدير المسؤول لتكوينات بالتحاد دولي ودرنا نستج في نفس الدار بدا ديالو حتى أربعة أيام وقنا في معاناة مع الجامعة هي مديرت وما خلتنا فاليوم فكرنا أنه مدام أننا مشينا في المحور ديال البنية التحتية كنسلنا ولا كازابلونكيز وإعادة هيكلة ديال ديال الملعب بورقون ورسلنا الجهات المسؤولة على ديال الملعب تاوى اللي خمسة سرسلنا وطارتون ديال وبقي في الحالة هذه فعدنا الملعب ديال الزولي عدنا الملعب ديال الملاشيد قلنا شونا نديرو ما نديرو نديرو بنية تحتية نقلبو على الملعب وننسو أهم حاجة هو أنه خصنا نكونوا مدربين لهاد الملعب باش يديرو تنقيب الشارك الأول ديالنا في تنقيب هي وزارة التربية الوطنية لأنه أغلبية الأطور اللي عند الأندية هما أطور ديال الوزارة التربية الوطنية السيدة ديال التربية البدنية يعني أنه خصنا الخلق وشاركة على أساس أنه نديرو تظاهرات رياضية أنا أعتقد أحد السبيل منكسة المراكز الجهوية ديال الجهات المملكة بمنوع عليهم يدخلوا الناس ذيال السكولير يدخلوا فهم ذاك البطولة الإقليمية علش؟ علش؟ نسولك انت علش قليل الجهو يعني أنه هناك يبين لك أرى لسورس من يجد الأطلات تعمل المدرسة تعمل المدرسة تعمل المدرسة تعمل المدرسة ليه هل ستكون تكوين التنقيب يبدأ من المدرسة وستطربية دي الملكة كي يبرمج واحد للحصاص دي التعليم والتعلم ولا لان ديرانس من في بداية السنة الملكة تكون ولا العدو ريفي مشاركة دي المؤسسة على صعيد كي من هناك خلال ما كنفكروا ربما في تنظيمات في تلميع الصورة بأننا راح نقل نضمو ذاك سيادا بينما أننا نحن فشلنا في إعادة ذاك المكتسبات ذاك الرجوع للمحافلة الدولية المنصة التويج اليوم ما تصورني سأقول لك ودي اليوم لدينا الأمال في الله سبحانه وتعالى لدينا الأمال في أحد الجوليدات أحد الوليد وبنيها هو البقالي ورباب العرافي اللي نقدرون تسنو بالخصوص البقالي نقدرون تسنو أحد المنصة التويج تسنو تكون ميدالية دابية ولكن نحن كنا نفكروا أحد الوقت كانوا الناس يعاتبوا الجامعات السابقة على المغادرة البعض العدائي أنوا يتجنسوا وشعبتوا لأسي الحاج كانوا أحد الوقت المينيسانك عامرة في خمسات الناس ساكيدوا للمينيمات شامبيونة دي موند الهتمت شامبيونة دي موند لا يناسب شامبيونة دي موند لا يناسب السرعة كيف كان علي المينيمات لان端ق القمس وي constant م Famil snakes كان لدينا العرد كبير في الساميل و في الديميل كيف حال الصغير اللي كامشة الفرنسية؟ مزاف وما ماشي خنوشي مشى من هنا دار مشى الولايات المتحدة الأمريكية دار روكور أحسن برمونوت في العالم خلنا نذكرها نايد 05 يعني أنه اليوم إلا نقول لك الساميل بعد نحد الديميل بعد نحد لديميل و فيه نوم لديميل و فيه نوم لدينا روكور مستعد لديميل إلا نقول لك 300 مجموعين لدينا مقاليم بعد نحد نحن نحن نجد لدينا مقاليم لدينا مقاليم هذا مقاليم هذا مقاليم الدينا و الجزائريين وعندنا صراع فهذا المنسان كذا حتى جابنا الله هشام القروج والدابرة وعندنا ديكتاحة لطاح اللي اعطاته واحد الشحنة انه اليوم الرقم القياسي دياله وطرواها 26 صعيب يتحقق صعيب تتقربوا لي وكانت بورشود نقولوا وراء هذا المكتسب ديالنا اليوم مقعد دوال والسيقرار مع الأساف وتا واحد ما بغي يهضر على هذا الشي وتا واحد ما بغي شي خاص اشن هو السبب والسبب روادح مشينا لشي حويج مشينا بحال هذه المشكلة اللي تطرح في الدار بيضا رأي الجامعي سيف تاني الجمعية والمجموعات اللي هم أقلية معرفتش أنا تمنياد الثلاثة وعشرين ويقولك هادو ما اللي بغيت ما بغيشها الثلاثة وعشرين كي ولي تطرحون تخاوية اه مشي للهات تنظيمات نخسروا فيهم الوقت وهذا وذك شي بينما انها تقدر تكون عندنا تنظيمات ومشيوا اليوم اليوم خسنا نقفولة واحد الحقيقة اليوم ملت ألعاب القيوة كي تدير الهضر من دراسي المراكيز مشي غير المراكيز احتى هذا الوليد دابانتاس نجي عندك أستاذ نقولك هذك الوليد نهار السمت سوف نديره الوجداء من الدار بيدا الوجداء صعيب الحال غادي نديره ما يقراش نهار السمت ويخضر السمت بالطل لأنه لا يريد أن يقرر يعني أنه هناك مشكل اليوم خسنا نمشي الجهوية المتقدمة نخلوا الوليدات في المراكيز ديالهم فيك يسكنوا فيك يقرروا ذاك شيئا دابان وديروا تظاهرات على الصعيد لازون دياله الجهة دياله وعلى أساس أنه في الخلط العام يكون عندنا واحدة بطولة وطنية اللي فات 3 يام ولا 4 يام باش نتقلبوا على ذاك الوليد اللي غادي نطعموا به المنتخب الوطني اللي غادي نطعموا به اللي غادي نستحقاقات المقبلة إلا إلا سمحت لي واحدة نقطة باش مدوزنيس اليوم المراكيز عشر سنين ووياة بفتوحة كي دخلوا لأوليداتي 14 عام 15 عام زائد عشر سنين اللي كي ديال المراكيز يعني 25 نيسانا إلا دتي الستاتيستيك أدين فجأك اللي اعطتنا هذا المراكيز كلها اعطتنا الدأوة والسماعيلي أما ما كيش ديال تقلب على المراكيز يعني أنه منتوج فاشل قس إعادة النظر بغض النظر على ما يقع داخل المراكيز فاليوم احنا مجبارين على أساس أنه نغير السياسة ديال الجامعة باش أنه قبل لركنوا التلميذ من المدرسة التداريب وكي اللي كي تريني في المدرسة مبين 12 جوج وكانت النتائش اليوم قسنا نقفو على الحقيقة بأنه السياسة اللي غادي بها الجامعة ديال إدارة تقنية ولا ديال المراكيز إياه سياسة فاشلة حال الوقت بأننا نحسمو فيها وراجعوا الأوراق ديالنا سيحة سنتمنى الخير للألعاب القيوة والمغربية وترجع للتوهج اللي كانت فيه من قبل أنا وكنت ذكر أنا الوفد المغربي يملك ألعاب القيوار يملك واحد مجموعة عادي العدائين حاليا نحن مقبلين على الألعاب الأمبية بتوكيو 2021 بعد ما تعضر أنا تكون في 2020 مع الأسف أنا كانت أسف يكونوا يالله جوجة العدائين يالله صفير البقالي ورباب العرافي جوجة ديالناس ما كانوا جوجة ديالناس اللي عندهم حضود كان نقولك حضود أما تقدم المشي الوفد يمشي باحل العشرات ناشر عداء ولكن ما يكونوا موضوعيين يكونوا موضوعيين كنا كانوا ديفينا لسحنولين كانوا نقلبوا ذا بعد برميل الأهداف اللي نبغيوها إيش حل عدنا ديال الفيناليس في كل إبريف كنديز ما نشاركوش فيهم لكن كندي ما نشاركوش فيهم الساميل ما نشاركوش فيها لابنات ولا ولا ولاد يعني أنه بعد المسابقات يعني أنه نسيناهم لا إفريقيين ولا دوليا وهذا من الأخطاء اللي جات بال تحديث تحديث من التمني مزيان ولكن العمل هو أحسن من التمني اليوم الدولة ونسبحتي لي الدولة تغفرنا جميع الإمكانيات الشيحة الضربة لا لدينا منحاء ولا لدينا من العبقار ونقول الدولة لا تخصو العمل للدولة من خلال وزارة الشباب الرياضة وزارة الشباب القيمة بشغلها 80 مليون درهم التي تعطيها الجامعة كمين حسنوية 8 مليار من أغلى الجامعات العالمية يعني أن 8 مليار أنا بقي نذكر الحاج محمد ندير رحمه الله في هذا النهر هذا يجب ممتع في 84 و كانت الميزالية لجامعات 300 مليون سنتيم وكل شيء يعمل بها على ميدالية الذهبية نوال وعويطاو وخطاب التاريخي جلالة المكفور له الحسن الثاني كيف تتكلم على عويطاو ونوال بدأت الاهتمام بألعاب القوى بدأت مداري الجهوية وبدأت الدراسة الوطنية وبدأت هذا هذا المكتلسة لا يريد أن الناس يخصوا هذا التاريخ واليوم نجيو إرضاءا بعد دوين النفوس ضعيفة ونريبوا هذا التاريخ اليوم الدولة يعطينا الإمكانيات لأننا في العمل لا يمكننا أن نفعله استراتيجيات العمل لكي نفعله تمنيم جيدا ولكن ما نبقوا شعرتين يقولوا نحن كانوا لدينا ميدا هاي كانوا لدينا الشامبيون كانوا لدينا هذا اليوم كيف نوجدنا نكشي دخل التاريخ نقطة الأخيرة سحسن هو عن تكلم عن الجمعية العدائين السابقين الهدف منها كنظم هو جمع الشمل ما تبقاش ذاك تشتوت بش تكون الأهداف ديال هذه الجمعية أهداف نابيلة أنها تمشي بألعاب القوى إلى الأمام وتحاول تجمع ذاك الشمل ما يبقاش مشتين على صعيد الوطني يمكن نتكلم لنا كان أذكر بأن هذه الجمعية كنت رأسها حاليا السيد عبد الرحيم جلالي هو كان عداء سابق في نادي الرجاء البيضاوي وأستاذ مدد التربية البنينية وأنا نكون معك صريح لأنني بدي أجمعك الحوار وأنا صريح معك رمز الزمالة وذلك شيئا وكان آه هو بيجمع الشمل ديال جميع العدائين صحيف أنا اليوم نوجد بالخلال الموقع أنفاس مشكور نداء الوزير الشباب والرياضة يمكن أن يجمع الأبطال الأولمبيين والعالميين في العرب القوى يوحدهم بيناتهم ويجمعهم في طاولة النقاش ويخرجوا بتوصيات على أساس أنهم يد في يد يقلعوا على العرب القوى الوطنية ينسى وقع على الجامعة ويجمع أفكار يتبدلون ممكن كان واحد تطرحونات غريبة ما هو الهدف دياله؟ والناس اللي جاءوا تحملهم مسؤولية بغاو هاد الاسطراتيجي هذي ما نرى في صالحهم يجمعون الناس أردت أين بأنه واحد المجموعة هذه الإخوان أنهم يفكروا في هذه الجمعية القدماء الادائين والمسيرين وهذا بغد النظر يكون بطال وليس بطال قاعد اللي عنده شي فكرة وليس على قاعد اللي عنده الواقع قاعد اللي عنده أفكار وعده هذا فمن خلال سنجمعوه لأنه اليوم اللي يحزز في النفس كتشوف بطال اللي عنده ميداي في الأفريك كي يخرج في شي فيديو يقول لك أنا كنبيع بطاطا أنا كندير هدي وأنا كندير هدي وحنا ألعاب القوى محتاجة لهادك الأبطال دينا ما قرأوش الخطأ دينا احنا اللي قلنا اللي بغدتوا اللي هو أبطال ونسوا وقريتهم اليوم بش ردوا اليوم الجميل دينا أقل ما يمكن لش نواسي حاجة أو ديلو المتكوين ما يكونش هات البطال اللي وصل النجومية اللي وصل من ست تويجع ما يكونش يفكر بأنه عنده واحد دماغ اللي كيفكر به باش داردوك لليسيونس عارفاش نموالي فارتليك عارفت 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 يعني اليوم نشتدو هديك مادة خام وليوم خصنا اليوم دينا اللي يتكوين وهو اللي غنستفدو منه في المراكز أولاً سنعطيه الهيبة للمركز داخل البطال مثلاً أنا كنقول مثلاً خالي تسكاح يودبت جربة دياله ودها الفرنسا يشتغل في نادي في فرنسا كان اليوم يخص يكون مدير أحد المراكز لما لا مدير المعهد الوطني ولا مدير الأكاديمية اللي كنا في إفران لأنه من يدخل مع الباب هذي الأطلات اللي غدي يتخدو ماتتصالي يقول لي هذي المدير راه هو البطال أولاً ساعد عويت راوى ولا إبرايم وطيب ولا هذا حيث الأبطال هذو كلهم من عنده رغباء يشتغل كل ما عنده شرباء لم يكن اليوم ناول المتوكدة وزيرات الجمهرات قوله أنه يدير مدريبة هذي الناس اللي بغين يشتغلون من فتحوه لهم اللي ما عندهش ديبلوم نديرو ريسكوين وهذا ما سنحتاجهم أولا أن نردوا الهباء للمراكز و سوف يفيدونه سوف تنافسي ما بين المراكز اليوم تنظروا مركز السكاح في الهزاة لديل ساميل لأنه هو ميدان واختصاص اليوم لدينا بيدوان في واحد السنتر والأكاديمي سوف تعطينا واحد جبنات ولا ثلاثة في كاتصون متر وهي لدينا بلاس بوغتو الموند لماذا نحاربوا هذه الناس لماذا نجروس هذه الناس فنحن فكرنا أولا أن هذه الجمعية سوف يكون فيها الناس الذين يوصلوا الى الانفورماتيون اليوم القوانوية الكبيرة هنا نرى على السواع و نقوله غير ما هو سلبي ولكن فكرنا في هذه الجمعية لكي تعطي أفكار تعطي بعض الحلول اليوم نقول لك الدولة من خلال وزارة الشاب ورده فاتح هذا المجال كان مؤسسة محمد السادس للرياضيين ولكن تغلباتها من هذه الناحية جامعة كرة القدم سوف يكون في واحد استراتيجية مهمة جدا ما عندنا شي شي يلاعي كرة القدم ذا ما بقي يقول لك أنا ما لقيش فرصات ما تعطيتني ش فرصات كين تكوين لا في التدريب ولا في البربراتيون فيزيك ولا في الماناجيرا ولا هذا و نسوقوا المنتوج دينا أنا إلا عندي اكتفاء في المدربين دي الأرعاب القوى على الأقل كين دول خاليجية دول عربية محتاج الخبرة دينا محتاج الخبرة دينا إلا نسوقتنا مجدربيين ولا ثلاثة البرة ولا أربعة في العام فهي يمكنك سب و ملقاوش نشوفوا إحنا دجمعية الأساس ديالها هو أنها تضامن تدير تضامن مع مع هذا العداء ينادوا لأنهم ضيعوا قسم ضيعوا مزاف من المستقبل ديالهم باش يفرحونا إحنا في المحافية الدولية و ممكنش أن نتخلىوا عليهم لهم سي حسن سنيني رئيس فرع ألعاب القوى الفريق الرجاء البيضاوي و رئيس عسبة الدار بيضاء الكبرى جهة ديال الدار بيضاء الكبرى لألعاب القوى كنشكروك على الصراحة لتبينتني من خلال هذا الحوار هذا كنشكروك و نتمنى لتقوا بك في وقت آخر و تكون الألعاب القوى والمغربية في رجعة الطريق ديالها و تكون في أهزها لها دا و تكون الأوقات ديالها و نكون في البوديوم إن شاء الله في المحافية الدولية سواء الملتقيات سواء الفعلاء الأنبياء أو لبطولة العالم أو لبطولة إفريقية و نكون صباقين كما كنا أيام عويطان ناوال سكاح إلا ما أذكرش الأسماء كلها كان نستسمح لهذه النساد أسماء من ذهب مغاربة معروفة متحدي و نحن مستعدين إن شاء الله في ألعاب القوى واللي هي أم رياضات أنها تحدى هذه العائقة اللي كان حاليا وتعطينا منتوج خالص مغربي بأطور مغربية كنشكروك سيحسن و إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر